أحبائي عيد الميلاد لا يعني أي شيء لك إذا أنت ما اختبرت الولادة الروحية من فوق حتى تحتفل في عيد الميلاد في هذه الشخصية العظيمة اللي جاء حتى يموت على الصليب من أجلك إذا أنت ما اختبرت الولادة الروحية ما اختبرت خلاص المسيح فهذا لا يعنيك أي شيء لكن هل بتحب تفرح في هذا العيد كما فرح المجوس وفرح الرعاة وفرح كل من تقابل مع يسوع المسيح الآن يمكنك أن تفتح قلبك وتقول ارحمني يا رب صليها قل له يا رب يسوع أنت الذي ولدت في بيت لحم أن تولد في حياتي بالإيمان أدعوك مخلص وأتوجك ملك ورب على حياتي بصلي أنك طلبت هذه الطلبة وبحب أسمع منك في هذه المناسبة بحب أقول لكل المشاهدين أحبائنا في كل مكان بتمنى لك عيد ميلاد مجيد وبصلي أن المسيح يولد في كل قلب لم يعرفه وبصلي هذا العيد يكون مميز في حياتك أنت وبيتك وعائلتك كل عام وإنتم بألف خير اشتركوا في القناة